ما فيش أحلى من بلدنا مصر عشان نهتم بيها ونهتم بجمالها ونهتم بشعبها وممواطنيها ونهتم بكل نقطة طراب فيها النهاردة هنتكلم زي ما قلت لكم قبل الفاصل عن السياحة الحقيقة منظمة السياحة العالمية أعلنت عن قيمة بأكثر دول نمو في قطاع السياحة الفترة اللي فاتت مصر جت في المرتبة الأولى بعد استقبالها 8.6 مليون سائح سنة 2017 بنسبة ديادة 55% أو أكثر من 55% عن سنة 2016 نسبة مرضية جدا بالنسبة للفترة الحرجة اللي بتمر بيها المنطقة العربية وبتمر بيها مصر أيضا بالتبعية منظمة السياحة العالمية كمان أكدت أن أكثر المدن المصرية شهرة بالنسبة للسياحة لأسر وجيزة علشان الأهرامات الحقيقة بقى أن مصر فيها أماكن تانية كمان كتيرة جدا لا تعد ولا تحصى يعني في منتهى الجمال لدرجة أن احنا ساعت لما بنحط شير للصور على الفيسبوك تخيلوا من المكان ده في مصر إحنا نفسنا كمصريين عايشين هنا بقالنا 100 ألف سنة منعرفش عنه حيكا طيب هنعرف إزاي إحنا وصلنا لهذه المرتبة المتقدمة وإحنا عايزين نوصل بقى للصدارة مرة أخرى وإيه الأماكن اللي إحنا محتاجين نعمل عليها سبوت أو نسلط عليها الضوء من ضفنة اللي منورنا في الستوديو الدكتور حسام هزاي عضو غرفة شركات السياحة أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا دكتور طيب أنا عايزة أعرف من سيادتك الأول أهمية إشادة المنظمات الدولية بالسياحة في مصر يعني الأهمية دي جت بالنسبة لحطراتكم إزاي ويعني هنتعامل وفقا لهذا التصنيف إزاي هو طبعا دي إشادة ممتازة بصراحة بنسبة الزيادة دي بس لازم توضح الأرقام بالنسبة للمشاهد وبالنسبة للقطاع إحنا ليه أخترنا كده هو أولا بالنسبة للنقطة إن إحنا وصلنا إلى المرتبة الأولى في النمو السياحي بالنسبة لعام 2017 عن 2016 طب ممكن حركة الأول معلش أسفل قطع كده ما تشرح لنا إيه هو النمو السياحي أصلا الزيادة في عدد السياح بشكل معين وبنسبة طردية ممكن تكون النسبة دي يعني ممكن مثلا في 2018 ما تزيدش بنفس النسبة لزادتها 2017 عن 2016 بمعنى إن بيزيد السنة دي عدد السياح السنة مثلا كان المقياس بنسبة لنا آخر سنة كانت 2010 كان عدد السياح 14.5 مليون سياح دخلوا مصر ده 2010 بعد لما حصلت بقى الأحداث السياسية و25 يناير وقال عدد السياح بقى يقل سنويا بالتدريج لغاية 2015 كان في عدد سياح كويس بس لكن حدث الطيارة الروسية في شرم الشيخ أدى إلى انخفاض عدد السياح بشكل ملحوظ في 2016 2016 تقريبا وصلنا 4 مليون سايح و250 ألف رقم زيك كان نتيجة الحادث على قد تدعيات الحادث وكان في حظر الطيران وده كل ده كان في 2016 فجينا في 2017 تحسنت كافة الظروف السياسية والأمنية والمقاييس العالمية للمطارات بتاعتنا والجولات المكوكية التي قام بها السيد الرئيس وتحسن العلاقات بشكل ملحوظ مع الدول الأوروبية ودول المنطقة وأمريكا أمريكا حطت مصر في أواخر 2016 على الخريطة الخضراء لأماكن في أواخر 2016 السياحة اللي هي جاذبة مع التغير من أوباما لترامب وبعدين وبعد كده منطقة أمينة دي حاجة كويسة جدا لأنه كان فيه أحداث أسائت إلى أو الدول المعادية أسائت إلى سمعة مصر بالنسبة للسياحة وكان فيه حد ستريجيني وغيره وغيره جيفي بعد كده الحظر بتدى يفك من الدول دي بالنسبة لمصر كلها بعد الدول زي أنجلترا لسه شرم الشيخ تحسن المقاييس العالمية في المطارات بشكل ملحوظ جدا صحيح والإيجان كمان العالمية اللي بتجي تشيك في المطارات بتشيط بالتحسن فعلا فيها والنحية السياسية والأمنية وتحسن السياسات زيارة مثلا قامت بها في 2017 رئيسة ألمانيا أنجلا ميركل وكانت لها صادة كبير جدا مع الاستثمارات مع وجودها مع السيد الرئيس في منطقة الأهرامات والصور دي دي خلت السياحة في 2017 بالنسبة للألمان رقم واحد في مصر وسلوم أكتر من مليون سايح تمام فهنا حصل من 4.5 مليون سايح لـ 8.600 ألف أو 8.300.000 سايح هو ده 55% هو ده 55% زيادة في 2017 فبقينا رقم واحد في بالنسبة لمنظمة السياحة العالمية أن حصل عليها يعني دابل الرقم واخد بال حضرتك تمام ده نتائج لتغير السياسات للأمن للأمن لاستقرار السياسي والأمن إحنا بقى جوة مصر بنعمل إيه عشان ننعش هذه السياحة وزارة السياحة الشركات إحنا كم إعلام المواطنين في حاجات كده بتحصل ساعات بقى بشراحة دكتور تعدي كده أزعلانة قوي أنها عددت آخر حاجة كانت الأسبوع اللي فات زيارة أليشاكيس مثلا للأهرامات وبتتصور وحط على الإنستجرام اللي عندها ملايين متابعين أليشاكيس دي يعني مجنية عالمية يعني وأعمالها تقول أنا تصورت في مصر أنا منبهرة بالأهرامات أنا جيت مش عارف إيه والناس هو بس اللي بيحصل إن مفيش حد يعني جي جنبها خالص إلا على الإنستجرام حتى شوية صور إحنا محتاجين شوية مجهود في الحتة دي إحنا بقى كمواطنين هو ده شق بيساعد جامد جدا في الدعاية لمصر وعايز أقول لحضرتك من ضمن الدعاية اللي تعملت لمصر بمليارات من غير ما ندفع فيها حاجة لعب الكرة لمصري محمد صلاح طبعا محمد صلاح حتة تانية خالص خالص يعني كل صحافة العالم بتتابعوا لو جي مصر بتتابعوا وهو مصري فدي شق كبير جدا طيب وجود النجوم العالميين ولعبين كرة عالميين في مصر وإحنا ساعات الموضوع ياخد اهتمام إعلامي كبير وساعات لا دي مشكلة مين يعني مين اللي المفروض يعلمنا عن ده ويقولنا جماعة لازم مثلا النجم ده يعمل مؤتمر صحفي لازم الناس تروح تعمل معا شوية اللقاءات أو دوكومنتري عن مصر لازم يقول حاجة هو النجم ده لو نازل لوحده غير لو نازل مع سبونسورز وشركات جايباء أو شركات معينة أو دي بتفرق كتير تفرق في ايه بقى أنه هو نازل لوحده لا أما هو مش أي حد يقدر يعمل للنجوم العالمية مثلا دعاية يعني كدعاية أنه هو يعمل مؤتمر صحفي أو كده دي مش مشكلة لكن كدعاية عن مصر أو كده دي هتبقى يعني بتبقى لها بروتوكول لا دي قوانين بقى الشركات أو السبونسورز يعني مش أي حد يقدر يعمل دعاية مع أي نجم يعني لازم بيبقى فيه تعقودات معينة من خلال الشركات اللي بدير أعمال هذا النجم أو لعب الكرة مع شركات مصرية الريبيوتيشن اللي بتيجي لمصر وإحنا بنشوفها قوية دي كويسة جدا كتلمية وشعاع لإسم مصر في الخارج كنحية إيجابية وتحسين الصورة لدى الأجنبي أي أن كان بقى في الدول العالم حسب شهرة النجم ده أن مصر آمنة الحملات الإعلامية اللي بتقوم بها وزارة السياحة أو هيئة تنشيط السياحة مع الاتحاد الغرف بتاع شركات السياحة وغرف شركات السياحة بالإضافة إلى رجال عمال واستثماراتهم اللي بيقوموا بيها دي حاجة تانية كذا نوع بقى من أنواع الترويج أو كذا نوع من السياحة فيه ترويج عن طريق السوشيال ميديا عن طريق الانترنت وده بقى مهم جدا لأن فيه ناس ما بتهتمش دلوقتي بالتلفزيون مثلا واخد بالحق أمريكا مثلا الانترنت عندها مهم جدا ألمانيا التلفزيون مهم عندها جدا يعني بتختلف في دول الفيسبوك بالنسبة لها عادي بالنسبة لها تويتر مهم يعني إحنا بنتكلم عن السوشيال ميديا زي بتلعب دور كبير جدا الإنستجرام بالنسبة لسن معين إحنا كتسويق عندنا عندنا في مصر طبعا كل مقاومات السياحة بأنواع سياحة ثقافية علاجية بحر أحمر بحر أبيض متوسط سياحة كل حاجة صحر أبيضاء استشفاء كل حاجة مؤولة بينقصنا الناحة التسويقية وعوامل الجذب اللي هي الحوافز اللي بتقدم للسياح عشان يقدر يجي مصر أفكار حضراتكم إيه بقى عن التسويق وعوامل الجذب فيه ناس بكتيرة بتبقى عندها أفكار وفيه ناس تقولك مثلا ممكن الشخصيات أو النجوم بتبقى عنهم اللي يعملوا ده فيه حاجات بتبقى ظريفة جدا زي مثلا إحنا دخلنا هو على مهرجان الجونا مهرجانات السينما مهرجانات الغنائية الحاجات دي بتبقى شوية هي دي بتلعب دور في الدعاية لمصر كتير جدا بس أنا دلوقتي عايزة أجيب الشخص هنا إزاي بقى فان هو أولا لازم نسرع جدا في موضوع التأشير السياحة الإلكترونية لازم نبقى up to date للعالم يعني لازم تسهيل دي مهمة جدا تمام إن أنا بيبقى عندي فيه حاجات قوانين بقى المعاملة بالمثل وكده لأ أنا دولة عايزة سايح عندي مثلا كم كبير من الناس اللي موجودين في دول كتيرة لازم يجوا مصر زي ما احنا بناخد التأشير عندهم هم يجوا عندنا يعني قصدي إيه نعمل التأشير بالمثل ده أنا شايفه كتسويق سياحي لأ احنا نديهم الفرصة أن هم يجوا عن طريق السياحة الإلكترونية أو عن طريق شركات السياحة بالسياحة الإلكترونية التأشير قصدي أسف التأشير الإلكترونية تخلصها لهم الشركة أو الفندو أو تيفر ويجي مباشرة دايريكت إلى مصر لأن مش كل الناس في كل المدن في أمريكا أو في أوروبا أو في أمريكا اللاتينية أو في أي مكان هيقدر يوصل للسفارة المصرية ومش هيقدر يجي ياخد التأشير هنا في المطار فلازم وفي دول دبي مطبقة كده تركيا مطبقة كده تستطيع تاخد تأشيرة في ال لا تاخد تأشيرة إلكترونية أنا دلوقتي عندي كم من الدول فيها سياح لو أنا حطيت بند في التأشيرة الإلكترونية أنه حصل على شينجن مثلا أوروبية وهو جنسيته مش مصري ماليزي أي جنسية فكتب أنه حصلها كده يبقى هو سيكيور بالنسبة لي لما يجي يدخل ويكتب كده في البيانات بتاعته بيحصل دايركت على التأشيرة يجي يدخل المطار ما تقبلهش دي هتسهل عليك جدا دي نقطة تمام أي كمان يفن برضو نفس الحكاية تطبع على كل العاملين في دول الخليج ما هم سيكيور يعني عنده الإقامة وعنده كده دولة يعني دي عوامل جذب المهمة التانية بقى تسهيل للمستثمرين التهيران الشرطر وفتح التهيران الشرطر في كل مصر أنه يبقى فيه تهيران شرطر باستمرار لأن التهيران الشرطر ده أرخص كتير من التهيران الرسمي يعني إحنا دلوقتي عندنا مثلا بين روسيا ومصر تهيران وإيرفلوت روسية ما فيش تهيران شرطر زي الأول فما فيش السياحة روسية ما فيش انتعش كبير فيها مهم جدا أنه يكون ديستنيشن ترانزيت ما بين مصر ودول أفريقيا ما بين قصدي أوروبا وآسيا ودول أفريقيا الأخرى بالضبط اللي مسافر مثلا أي دولة أسيا أو أفريقيا هينزل هنا ترانزيت بمواصفات وشكل معين اللي هو إيه؟ التهيران الشرطر يجي ينزل ويبقى عندنا مفتوحة أن تسهل عمليات الترانزيت والتهيران الشرطر يبقى متواجد بشكل أكتر يعني في حضرتك شركات كتير عندها تهيران شرطر أو ممكن نأجر المستثمرين أو كده بس لازم يبقى فيه تسهيلات في يعني عوام الجذب لأن برضو التهيران مسهل يعني لو أنا هبتدي أفتح خط التهيران مع حاجة مثلا في أمريكا اللاتينية ودي مسافة بعيدة جدا فيه تهيران شرطر من الصين خلاص بس أنا هفتح أنا لما بودي أول رحلة عشان تجيب التهيران دي تكلفة علي بتبقى فاضية هتيجي بقى إيه؟ مليانة خلاص بتقل التكلفة هتروح تاني بترجع نفس النقل وهكذا فأنا عايز يعني أشغل عملية التهيران الشرطر والترانزيت والأسعار حتى الداخلي السياحة الداخلية دلوقتي تذكر التهيران وصلت 3700 واربعة تلاف جنيه من الغرداء لشهر مشيق أنا بتيجي ناس تحكز عندي بتقول لي لو واحد هيطلع لكن لو واحد وأسرته بيبقى حاجز خلاص مصري سياحة داخلية أربع أفراد أقل من تمن تذكر التهيران إنه رح يجي بيها وثلاث لالي أربع تيام بالضبط فهيروح تهيران ليه بقى فهيروح تهيران دي برضو سواء سياحة داخلية أو سياحة لازم تنعش العملية وبالنسبة للأجنبي ما هو غالي يعني أنا لو حد نزل القاهرة وعايز يعمل أوفر دي باللوقسر بالتيران زي زمان تهيروح بربعة تلاف جنيه هيروح مثلا بربعة تلاف فارد تهيروح بستاشر ألف جنيه تيران بس تيران بس من غير البرنامج ومن غير الكازم كتير طبعا طبعا كتير جدا فاحنا دي التيران لازم الأسعار أو يبقى فيه منافسة لما يكون فيه شركات كتيرة أو تيران شارتر هتعمل التسهيل الحوافز اللي هتقدم للسايح بقى أنه يحصل على التأشيرة في المطار ويكون معها مثلا ألفين دولار زي دول كتير مطبقة دي هتسهل في دول كتير مطبقة عامل الموضوع دي هتسهل جدا كل دي حاجات نتمنى أنها تطبق تمام هل المقترحات دي مقدمة مثلا لاجهات أو مقدمة هي مقدمة من فترة بس مثلا التأشير الألكترونية بقى لها أكتر من سنة ونص ولسه لم تنفذ لسه ما تردش عليها ولا ترد عليها وما تنفذي إحنا كغرفة شركات سياحة أو إحنا مش عارفين أصلا دي مسائل ما بين الوزارات والهيئات مع بعضيها لسه يعني وفيه مجلس أعلى للسياحة اجتمع مرة واحدة بيرقصه سيد الرئيس إحنا عندنا كان مفيش إحنا كاتحاد غرف وغرف شركات السياحة كان فيه لجنة تسير أعمال لفترة طويلة طبعا بنشكر السيدة الوزيرة أنها فتحت الانتخابات الفترة القادمة لأن ده هيسهل كتير جدا لما تبقى فيه مجالس منتخبة لاتحاد الغرف وغرف شركات السياحة وغرف الفنادق وإلى سهولة اتخاذ القرارات بشكل أسرع وحل المشاكل اللي بتواجه الشركات والفنادق ويبقى فيه تعاون كامل أكتر بالغرفة والوزارة والاتحادات مع بعض طيب فيه نقطة فاند إحنا هنا تكلمنا عن يعني طرق الجذب أن أنا أجذب الأفواج السياحية أو أجذب السياح إزاي يجي عن طريق بعض التيسيرات اللي حتسهل عليه الانتقال بنفس الوقت حتسهل عليه أنه يبقى السعر يعني علشان طول ما هو السياح يسألوا على سعر أي حاجة يعني طبعا حتى السياحة الداخلية إحنا نفسينا برضو علشان تبقى منتعيشة وفي ناس بتبقى يعني بتستغلى فعلا الطيران ما من هنا لشارم أو من شارم الغرداء أو كذا طيب لما بقى بيجي أو أنا عايزة قصة مثلا النقطة اللي أنا قلت عليها في الأول نقطة إن أنا في أماكن كتير في مصر هنا بتنتكلم عن اللقصر وأسوان والجيزة عشان الأهرامات مصر مش الجيزة واللقصر وأسوان بس إحنا في حالة كثيرة جدا وأماكن كل مكان فيه تحس إنه مختلف الناس اللي بتروح دهب وتتصور الناس اللي بتروح مش راست شيطان وسهل حشيش الأماكن دي الأماكن دي مبهرة جدا وجميلة جدا وعفكرة أسعارها مش غالية طبعا يعني مرخيصة متعتبرش غالية بلاس إنه فيه أماكن ده يعني حتى هنا في القاهرة في منتهى الجمال والأسعار ما بتبقاش غالية عسوة لأماكن دي إزاي فان هو بص حضرتك هو الأشهر السياحة السقافية اللي هي لقصر وأسوان ودي الأشهر طبعا والكوميرشال اللي احنا بنشتغل عليها دي يعني حاجة زي بيبقى فيه كروزات في الخارج بره بيعملوا برده فوق أوروبا فيه كروزات في الدول البحر القابض المتوسط في البحر بس دي بتبقى بتشد سياح جدا الأماكن الثانية دي بالعكس دي أكتر سياحة عندنا موجودة هي السياحة الشاطئية اللي هي بتبقى موجودة في البحر الأحمر أو في طابة خلينا في مرسي عالم الغرداء قواوا كانت الأول موجودة في شرم الشيخ بكسافة في دهب في نويبا بس دلوقتي في فترات معينة دي نوع من السياحة الشاطئية ومتواجدة ومعظم فترة السياحة الغرداء دلوقتي مثلا فيها فناديق فولي بوكت فولي بوكت أجانب يعني واخد بال حضرتك البحر الأحمر وفيه في شرم الشيخ وفيه في مرسي عالم النوع ده من السياحة سياحة بيجي كم وليس كيف وبعدين متوسط انفقه أقل بكتير من السياحة الثقافية صحيح خلاص احنا عندنا السياحة الثقافية أو السياحة اللي هي الهوليلاند أو السياحة الدينية اللي هتبتدي تنزل أفواج دي بتبقى السياحة بتاعها سعره عالي الهوليلاند انا قصدي السياحة اللي سمح بها البابا الفاتيكان في سبع مناطق من 28 منطقة بس سبع مناطق دي هتبقى سياحة الكوز jaws التي بيجي فيها سعره عالي. عندنا نوع تاني من السياحة. اللي هي السياحة الإلكترونية. اللي هي عن طريق الإنترنت. بوكينج أونلاين. بس فيه بقى برامج الباكيجز. غير اللي هو بيحجز ديريكت للفندق. وفيه شركات بتعمل الشغل ده. احنا بنعمله برضو كشركات. انه هو بنجيب. بس دي بتبقى اندفيديو لتلاتة أربعة. بس بيبقى سايح. معه فلوس. كويس. متوسط انفاقه عالي. تمام. دي أنا بالنسبة لي سياحة الشاطئية أهمتها بتأتي مش قصة ان هي مثلا ما بتدخلش دخل قوي. او ان هي زي ما حالك قلت كده. لا هي مجرد ان الناس بتنتقل وبتقول مثلا احنا رحنا مصر فلاقينا فيها مكان كذا كذا. صور زي الصور اللي بعض الناس بتصورها سواء على البحر. او في اي مكان حتى في مصر. يعني. يعني انا بشوف احيانا بعض السياح بينزلوا وانا بعتبر ان ده ترويج لمصر. اه وسط البلد اه بعد التطوير والتجميل. اه دي بالنسبة لي انا اه دي ما بتدرش علي. انا دخل مباشر. لا بالعكس انا مش قصدي كده. هو ده انتي اللي بينزل وسط البلد ده بقى ده سياحة ثقافية اللي هو بيجي شوف الاهرامات وبينزل يتمشأ لكن اللي بيجي في نوبع وطبع ما بيخرجش برا. يعني هو بيجي الاسبوع بتاعه برقم معين. اه تيارة شارتر بتيجي. ممكن ينزل القاهرة يوم أوفر دي او أوفر نايت. بينزل يشوف الاهرامات والجيزة وهوها. وده كان بيحصل دايما في السياحة الروسي لما كانت بتنزل دلوقتي تفتحت اسواق كتيرة مختلفة لما وقفت السياحة الروسي. في بقى يعني قصد الاوكراني والاوزبوكستاني ومن كازاخستان. وفيه السوق الهندي والسوق الصيني وفيه سوق دلوقتي السوق الاسباني شغال كويس في الشارتر في لقصر واسوان. الانواع السياحة اللي انت حدرتك بتقولي عليها كويسة جدا. وبيتصور في مصر هي المناطق دي بتبقى تقريبا فولي بوكت. يعني انت بحضرتك بسبعين أو ثمانين في المية في بعض الفنادق في مارسة عالم وفي الغردقة. يعني مليانة سياحة الأجانب. وبداية ان شاء الله من واحد حد واشر. دي بقى السياحة الشتوية اللي احنا كلنا بنتظرها اللي هي السياحة الثقافية. في عندنا سياحة الوحيد دلوقتي مش يعني وقفة شوية بنان على حاجات معينة أمنية وكده وقفة شوية. أو بتبقى بس من على الطرق مش بندخل في الصحراء. يعني في ناس بتبقى عندها دي يعني مزاج هكاية الصحراء دي في مصر. ما هي مزاج بس أمنيا يعني. مش مش محبس دلوقتي يعني. السياحات الأخرى بقى فيه السياحة الاستشفائية والعلاجية ودي موجودة يعني. واخد بالحديك بس عايزة يعني شوية تطوير وتسويق وإمكانيات معينة. إنها مش الراملة بس لا فيه مستشفيات معينة وحاجات معينة. وبتيجي السياح دي بقصارها. عايزين منطقة حلوان تبتدي ترجع تاخد رونقها تاني. لأن فيه أيون حلوان. وفيه حاجات كتير وفيه رصدر وفيه منطقة البحر الأحمر. وفيه في أسوان. يعني ده برضو نوع من التسويق. بس هو السياح أكتر سياح بيجي على مستوى العالم هو السياح بتاع السياحة الشاطئية أو مش السياحة الشاطئية. السياحة الشاطئية بتمسل يمكن 70% خلاص. والسياحة نهار ده يمكن كنا منتكلم بالصبح عن قصة الفيلم اللي حيتعرض على ناشنال جيوغرافيك ومستنين. احنا نفسينا الحقيقة يحصل حاجات زي كده كتير. يعني فيه أماكن أو فيه دول معينة بتسمح مثلا بالتصوير وفقا طبعا لمعايير معينة أو لشروط معينة تصوير سواء فيلم دوكيمنتري زي الفيلم اللي هنشوف على ناشنال جيوغرافيك أو الفيلم أو أفلام عادية أو مسلسلات عادية. دي برضو نوع. أنا شايف أنه نوع من أنواع السياحة. بيعقهم بقى بعض التصريح بعض. مش عارف ايه وحاجات زي كده. والله يوم فيه مسلسلات تعرضت وأفلام تبينت الوجه الحضاري والثقافي والوجه الجمالي المصر وتاريخي حتى. زي فيه فوند وفي أسوان. بلش نذكر أسماء أسري وتاريخي. كان مسلسل جراند أوتيل. فده عمل ريبيوتيشن كويس جدا لمصر. وهو أساسا مشهور الفوند. وده فيه جناح لأجاثا كريستي وفيه جناح لأجاثا كريستي. بس بعد المسلسل من هنا بقى بتأتي. يعني الأهمية تأتي إن أنا لازم الناس تشوف ده وهي حتى قاعدة في البيت. بصوا مصر فيها إيه. فالناس قاعدت تقول إيه ده هو المكان ده فين. وبتدوا بقى بعد كده. طب احنا نريد نروح. والي روح يتصور. يقولنا نتصورت في المكان اللي تعمل فيه مسلسل جراند أوتيل. بتحصل في بلاد تانية كتير. المسلسل اللي كان برضو مسلسل الأمني. ده فيه ناس باكتعمل أفرحها هناك. آه. يعني أنا عايزة أقول. وممثلين راحوا عملوا أفرحها هناك. ممثلين كتير عملوا أفرحها هناك. كان فيه برضو مرسعالم مسلسل يحيا الفخراني. بالزبط. الحجم العائلي اللي تعمل في مرسعالم وكل المسلسل المسلسل في مرسعالم حاجة في منتهى الجمال. وبينت قد ايه. يعني كل الناس بتقولك هو المكان ده فعلا موجود في مصر. والمكان ده فين في مرسعالم عايزين نروح. حاجة بسيطة جدا بينت قد ايه. احنا عندنا أماكن جميلة. يعني مش بس إن احنا آه أنا ما عنديش مشكلة إن احنا نعمل المسلسلات بتناقش قضايا مهمة أو أفلام بتناقش قضايا وكذا. بس مصر مش بس شوارع زحمة وكلاكسات. يا لأ. فيها أماكن تانية جميلة. احنا عندنا صور جميلة كتير. وبعدين لما الشركات والوزارة والحقيقة بتعمل زي الاعلانات اللي تعملت في كاس العالم اللي فات. في اعلانات يتعمل. احنا بس لما بنيجي كبزنس وايس بقى. أو تسويق. عملية تسويق كشركات أو فنادق. بنعمل لازم بنركز جدا على الخدمة. بنركز على السعر. على الحافز اللي احنا بنديه للسائح. انا ممكن ادي له حاجة من عندي كشركة فري مثلا. ممكن اقول له انا احطي لك سعر التأشيرة في البرنامج. فهو يمبسط يعني حتى لو عارف حضرتك زي ما انت حدك بتروحي تاخدي ديسكاونت في اي محل. او انت بتاخدي مثلا لو اخدتي فور ديز مثلا كفاميلي وان دابل روم في مصر هنا هتاخدي الخمسة فري. ده الحافز اللي بيدور على السائح. ده الجذب بقى مش. هو بتشوف مصر. مصر فيها حاجات كتير مصر من عرق الدول تاريخيا وحتى في كل شيء. اقدم مؤسسة عسكرية من ايام الفراعنة. كل حاجة كل ده لدى السائح معروف. حتى هما بيدرسوه بره. يعني في تاريخهم. ولكن انا بتكلم على التسويق بالطرق الحديثة التسويق بالتكنولوجيا الحديثة. طبعا حضور المؤتمرات والمعارض لكن هي الحوافز. المفروض مثلا ايه. نيجي نعلم مثلا كوزارة او كهيئة او انا بقول مثلا كرأي يعني. في عندنا مثلا الف رحلة لالف مواطن من العالم في الفترة المعينة. هيكسبها كجوائز بشرط انه هو يجي قضي اسبوع. رحلة تاريخ. انا بديمساعد في الطرق تسويق كثير طبعا. اه في الطرق دي. ان انا مثلا هدي عدد معين من التأشيرات فري لخمسين او مئة دولة. التأشيرات دي بكذا كنوع من الدعاية. انا دافع تمانها قريدي والتأشير بخمسة وعشرين دولار في الوقت الحالي. فتبتدي عملية الجذب ان الناس تيجي ويبقى حدث بيحصل بيظهر في التلفزيونات في الميديا. الناس بتجري عليه بتسمع عنه. يبقى انا بعمل حدث بتبقى مصر تحت الاضواء. وعليها بيبتدي الساح ييجي كجذب. حوامل جذب. دي فعلا نقاط مهمة جدا. واتمنى ان احنا ناخد بالنا كويس قوي قوي من يعني كل مسؤول عن قطاع السياحة في مصر. ما ينفعش ان احنا نهمل هذا القطاع تحديدا. دي نقطة مهمة جدا. غير ان هو دخل اقتصادي. هو ليه بعد واهمية سياسية كبيرة جدا. فاتمنى ان احنا يعني ناخد بعين الاعتبار اهمية النهوض بالقطاع السياحي علشان نرجع للصدارة مرة اخرى. واقمل ان احنا يعني نرجع لمستوى اعلى كمان من اللي احنا كنا فيه. احنا نقدر. احنا عندنا كل المقاومات ينقصنا بس ان احنا يعني حاجات دي تكون فيها تكامل مع بعضهم. عم اشكرك يا فانتم جدا جدا على المعلومات دكتور آآ حسام هزاع.